المسيح ابن الله ابن دير الزور ابن دير الزور يعني ابن الفرات فما بيقولوا لي بإسمي بينادوني يا ديري أو يا ابن الفرات فمعنى ابن الله الذي هو ابن الله ليس بأنه صار علاقة بين الله وبين مريم العذراء حاشة simple ليس ما صار فيه علاقة لأنه دائما نفكر يصير علاقة اللي يصير فيه ابن أو الابن كلمة ابن غير فكر ولد الولد هو اللي يولد عن طريق علاقة لكن الابن أنا فيني اتبنى ولد من دور أيتام بكون أنا ما ولدته وما ولدته زوجتي نتيجة علاقة وحمل فإجا هذا الولد صار ابني هذا الابن صار ابني فالمسيح هو ابن الله لأنه حتى الإسلام يذكر أنه هو كلمة الله بمعنى الثاني بيقوله هو كلمة الله كلمة الأخ نزار هي تبني للأخ نزار أخ نزار هو المتبنية فإذا أنا أقول ابن الله مش يعني أنه صار علاقة وإجاء المسيح من خلاله ابن الله اللي هي تعطي تعبير أنه هو الشخص هو الله اللي أخذ الجسد مثلا كلمة ابن الإنسان لأنه هو أخذ جسد إنسان كلمة ابن النيل ابن الفرات ابن بعلبك ابن دير الزور ابن سوريا ابن الناصرة ابن فلسطين كل هذه الدلالات نحن ناخدها فمش يعني أنه أنا ابن الفرات يعني الفرات صار فيه علاقة مع أمي وأنا ولدت نتيجة هذه العلاقة نو الفكر مختلف ابن الله يعني هو اللي جاي من الله هو دلالة أو هو رسالة الله لألنا لا وكمان كيف فهمها اليهود مئة بالمئة هي الأكتر ديانة ديانة التوحيد بيسموها نعم اللي يعني لليوم أول ديانة توحيدية يعني مش بس قصة أول ديانة يعني حتى من إبراهيم بس الفكرة أنه يعني حتى في الديانات الأخرى يعني لما تيجي تقارن بين يهودي أو مسلم اليهودي متزمت متعصب جدا جدا في موضوع وحدانية الله فتخايل أنه لما المسيح كان بيتكلم عن نفسه كابن الله يتكلم بصفته الله اللي هو تفهمه شو قصد نعم فهمه أنه بيقصد يعني يعني بقول لسنا نرجمك لأجل عمل صالح بل وأنت إنسان تجعل نفسك إلهي يعني فهمه الفكرة مية بالمية أنه هو الله وهي المفهوم العهد الجديد الكتاب والنبوات القديمة التي تتكلم عن يسوع المسيح مية بالمية أخ نزار ابن الله اللي هو الله ومثل ما شفنا أعطينا صفات أنه هو الله هو الله اللي أخذ جسده وإنسان أعطينا صفات الألوهية وهو الملك الآتي فإذا أنا بقول ابن الإنسان أنا أقصد أنه هو الله بنسوته وبلهوته وإذا أنا بقول ابن الله أنا أقصد أنه هو الله شخصيا